بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد صلى الله عليه وسلم اخواني مهندسي الحماية الرقمية في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم انا اخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو الاربعون والخاص بمنهج السكوريتي بلس شاهد تعلم واستمتع هذا الفيديو رح يكون بداية الفصل التاسع والخاص بالادارة الامنية ادارة الحماية عملية ادارة الحماية تتمثل في عدد من المناطق حيث تتضمن السياسات بانواعها قضايا التكنولوجيا قضايا الموظفين حيث ان معالجة هذه المناطق هو جزء من نظام حماية فعال واحدة من اكثر جوانب ادارة الحماية صعوبة هو ان التغيير هو جزء ثابت من هذه العملية صياغة افضل الممارسات والوثائق وهي تشير الى التوصيات والتي سوف تساعد على توفير المستوى المناسب لامنة المنظمة وتقدم الاقسام التالية نظرة عام على افضل الممارسات الخاصة في الحماية والمكونات التي يجب مراعاتها عند تقييم الحالة الامنية المطبقة لديك استخدام السياسات والاجرات تساعد سياسات الحماية في وصف وتنظيم العمليات الضرورية لتوفير الحماية حيث يتم تحديد درجات سرية المعلومات وكيفية تخزينها وكيفية تدمير المعلومات وتوفير الامان وكيفية استخدام موارد الشركة والنسخة الاحتياطي وادارة الاعدادات وسجلات الجرد وسجلات الدخول وتغيير الوثائق وخاصة بادارة المستخدمين والمجموعات طبعا عملية الادارة بشكل عام تصنيف المعلومات وسياسات الاعلام سياسات تصنيف المعلومات بحيث يتم تحديد المعلومات هل هي داخلية ام خارجية وهل هي عامة ام محدودة اما سياسات الاعلام وهي تحدد من يتم اعلامه عند حصول تغيير في تصنيف المعلومات او حدوث تغيير او تحديث لها العديد من المنظمات لها لديها جبال من المعلومات والتي تصنيفها وكثير من السياسات لديها التخفيض التلقائي لتصنيف المعلومات حيث تعتمد على طول الفترة الزمنية لتخزين هذه المعلومات حيث تنخفض اهمية وسرية المعلومات مع الوقت حتى تصل الى مرحلة عدم الاهمية ليتم التخلص منها وهذه العملية مهمة لكي يتم تقليل كمية المعلومات التي يتم تخزينها في نظام تخزين المعلومات في شركتك مما يوفر من تكلفة تخزين البيانات في بيانات لم تعد تحتاجها الشركة سياسات الاحتفاظ بالمعلومات والتخزين وهي تحدد كيفية تخزين المعلومات ومتى تتم عملية النسخ وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بحفظ هذه المعلومات سياسات تدمير المعلومات وهي تحديد كيفية تدمير المعلومات عندما تصل الى نهاية عمرها المفيد فمثلا كيفية القضاء على الورق غير المرقوب فيه والملفات السرية الاخرى بحيث ان الوثائق الورقية التي تحتوي على معلومات حساسة يجب ان يتم تمزيقها او حرقها عند عدم الحاجة اليها لان القيام بذلك سوف يقلل من احتمالية ان هذه المعلومات سوف تصل الى الايات الخاطئة عندما تكون جزء الكمبيوتر محالة للتقاعد فيجب التأكد من ان القرص الصلب خالي وذلك من خلال عمل فورمات للقرص الصلب مع العلم ان يوجد برامج يمكنها استعادة المعلومات التي كانت موجودة على القرص الصلب والتي تم مسحها بالفورمات لذلك ينصح ان يتم القيام بما يعرف باللو لفورمات حيث يتم اعادة محرك الاقراص الصلبة الى الحالة التي كان عليها القرص الصلب عندما تم شراءه جديدا يوجد ادوات وبرامج وايبر والتي تقوم بمسح المعلومات بشكل نهائي مما يساعد ان هذه المعلومات لا تقع في الايدي الخاطئة السيكوريتي بوليسي او سياسة الحماية وهي تحدد ما هي الضوابط المطلوبة للحفاظ على امن الانظم والمستخدمين والشركات عندنا سياسة الاستخدام وهي تحدد كيفية استخدام الموظفين لانظمة الشركة ومواردها بالشكل السليم وما هي النتائج الناتجة لسوء الاستخدام وشروط تثبيت البرامج الشخصية على اجهزة الشركة وامكانية او منع ربطها بالاجهزة الشخصية مثل اليو اس بي فلاش ميموري اللي هي ذاكرة اليو اس بي وغالبا محطط العمل لتأمينها يتم تعطيل منافذ اليو اس بي ويتم نزع او تعطيل محرك اقراص الدي في دي والقرص المرن وذلك لمنع المستخدمين من تنزيل برامج وملفات غير مصرح فيها والتي لا تحتوي على اذن من مسؤول الشبكة كذلك حاليا مع الانتشار الكبير للهواتف الذكية فقد تحتاج الشركة الى وضع سياسة للاستخدام المقبول للهواتف الذكية وذلك بناء على مستوى الخطورة الامنية لمعلومات الشركة بحيث الهواتف الذكية من الممكن استخدامها لنقل البيانات من الشركة كذلك وجود كاميرا في الهواتف الذكية من الممكن استخدامها لتصوير مستندات وملفات سرية لهذا السبب فمعظم المرافق الامنية تملك قيود صارمة على وجود الهواتف الذكية مع الموظفين اثناء العمل ويجب التأكد من ان سياسات الاستخدام المقبول توفر تغطية لكل ما يتعلق بكل ما يتم استخدامه من موارد الشركة كذلك يجب الحرص على ان سياسة الاستخدام يتم تبليغها لجميع الموظفين والافضل الحصول على تأكيد على ان الموظفين استوعبوا نقاط سياسة الاستخدام مثل الحصول على توقيعاتهم وهذا يعود لنا بان لا يقوم موظف بنقران معرفته بهذه السياسة او لا يكون لديه علم فعلا بها قبل بضعة سنوات كان هناك موظف يعمل في شركة كبيرة قام هذا بافتتاح شركة محاسبة صغيرة وكان يستخدم اجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة الذي هو موظف فيها بعد الدوام الرسمي وكان يستخدمها لمصلحة شركة المحاسبة الخاصة فيه عندما اكتشفت الشركة ذلك قامت فصله على الفور بسبب سوء استخدامه لموارد الشركة هنا قام الموظف برفع قضية في المحكمة ضد الشركة على اساس انه لم يكن لديه علم بسياسة تمنع ما كان يقوم به وانه لم يكن يقوم بذلك في اوقات العمل الرسمية وانما خارج اوقات الدوام الرسمي محام الشركة فشل في ان يحضر ما يثبت للمحكمة بان الموظف كان لديه علم بسياسة الاستخدام وكذلك فشل فيه اثبات ان الموظف كان يعمل لصالح شركته في اثناء الدوام الرسمي وبالتالي ربح الموظف الدعوة واجبرت المحكمة الشركة بان تقوم بارجاع الموظف الى وظيفته ودفع رواتب الشهور السابقة التي كان فيها الموظف مفصول بل وصرف تعويض مادي له سياسة النسخ الاحتياطي وهي تحدد كيفية النسخ الاحتياطي للمعلومات التي يتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية منها وعملية النسخ تعمل بالتوازي مع النشاط التجاري وترجى تغيير المعلومات مع تحديد المعلومات التي يتم نسخها والمعلومات التي يتم ارشفتها فالمعلومات التي يتم نسخها احتياطيا هي نسخة قابلة لاستعادة اما الارشفة فهي البيانات التي تم ازالتها من النظام لانه لم يعود هناك حاجة اليها عندنا السياسات ادارة الاعدادات وهي تشير الى انواع الخطوات اللازمة لاجراء تغييرات من ناحية الاعدادات على مستوى الاجهزة والانظمة فمثلا تحديد شروط واجراءات تقاعد نظام تشغيل او جهاز وكذلك ترقيته كذلك يجب ان يكون هناك مستندات تحتوي على الاعدادات الموجودة على الاجهزة والانظمة وتخزينها للعودة اليها لاحقا عند الحاجة الى ذلك السجلات والجرد تساعد السجلات على معرفة ما يحدث في الشبكة والانظمة ومراجعة هذه السجلات بشكل دوري يساعدك في اكتشاف الاخطاء او محاولات اختراق وخلافه هذه السجلات مع الشبكات الكبيرة قد تصبح كبيرة الحاجم والتعامل معها صعب لذلك بشكل دوري مثلا كل اسبوع يتم مراجعة السجلات ومن ثم حذفها الجرد وهو يعني احصاء كل الاصول المادية والبرمجية التي تمتلكها الشركة في احيانا كثيرة قيمة البرمجيات للشركة هي اغلى من الاجهزة جرد بحيث انه يتم جرد البرامج المثبتة بشكل دوري لتأكد من انها تعمل بدون مشاكل ومرخصة كذلك عمل جرد دوري للاجهزة لتأكد من وجودها وسلامتها وعملها بالشكل السليم بنية النظام وهي الرسومات تمثل البنية الخاصة للنظام بالمكونات التي تمثل البرامج والاجهزة ويجب الحفاظ على تحديث هذه المستندات لانه سوف يقوم من الصعب اكتشاف المشكلة واصلاحة في الشبكة باستخدام اصطار قديم لهذه المستندات تغيير الوثائق عندما يتم بناء شبكة في شركة فمع مرور الوقت يحصل تغيير في هذه الشبكة فبالتالي يجب ان تحتوي الوثائق على تشجيل هذه التغييرات وتساعد عملية تشجيل التغييرات وتتبعها ادات تذكير فيما اذا حدث كتغيير ولماذا تم هذا التغيير لانه اذا لم يتم تشجيلها فقد يحدث مع الوقت مئات او الاف من التغييرات التي قد تحدث في الشبكة فاذا حصلت مشكلة في الشبكة فهنا سوف يكون من الصعب تذكر الانظمة التي حصل لها تغيير والتي لم يحصل لها تغيير وهل التغييرات هي السبب في المشكلة ام لا لذلك يجب وجود سياسة تقوم بتحديد ضرورة تشجيل كل تغيير حصل في الشبكة حيث يتم تشجيل ذلك فورا عند حدوث هذا التغيير وهذا التغيير ما زال حاضرا في الذهن اثناء تشجيله بدلا من تشجيلها لاحقا ويكون هناك نسيان لبعض تفاصيل هذا التغيير عملية توثيق التغييرات سوف توفر لاحقا ساعات من البحث وساعات من انك تبحث لاحقا في ماذا حصل فيه تغيير وماذا لم يحصل فيه تغيير إدارة المستخدم وهي الإجراءات المتعلقة بإدارة المستخدم من تفويض وصلاحيات والنهج المستخدم لمراقبة الوصول إلى مصاطر الشبكة تخصيص الموارد وهي تشير إلى التوظيف والتقنية والميزانية اللازمة لتنفيذ بيئة أمنية فعالة بحيث سوف يتم التعامل مع إدارة المخاطر والتتابير الوقائية على الرغم من أن التكاليف عادة ما تكون عالية في البداية ولكنها تعتبر استثمار على المدى الطويل فالاختراقات والمشاكل الأمنية قد تتسبب في خسائر مادية للشركة أو المنظمة قد تصبح أكثر تكلفة بكثير من تكلفة الإجراءات الأمنية قد تحتاج الشركة للدفع لشركة أو لشخص متخصص يقوم بفحص الشبكة وتحديد الإجراءات التي تحتاجها لتأمينها ووضعها ضمن خطة أمنية ليتم تنفيذها تحديد المسئولية وهي تعني أن يتم تحديد مسئولية كل موظف ضمن العملية الأمنية كذلك الفريق المسؤول عن الحماية كل فرد يتم تحديد مسئولياته الأمنية في داخل الشركة التقليل من الأخطاء جزء كبير من الجهد الأمني يدور حول الوقاية مع العلم أن الحوادث تحدث والبشر يرتكبون الأخطاء فإذا كانت تدابير الوقاية قوية فعندها سوف نتمكن من تقليل آثار هذه الأخطاء التدابير الوقاية هي تشمل التدريب والوعي ومراجعة العمليات والسياسات تذكرت دائما أن الوقاية هي أفضل من العلاج وتأكد من أن الجميع يلتزم ويشارك في العملية الأمنية كذلك يجب أن يقوم موظفي تكنولوجيا للمعلومات بما في ذلك مسئولي الشبكة على علم دائم بالتطورات التي تحدث على المستوى الأمني وكيفية التعامل مع التهديدات المختلفة تنفيذ السياسات والإجراءات عندما يحدث حادث أو انتهاك أمني فيجب اتخاذ إجراء سريع وحاسم قد يتضمن هذا تدريب إضافي أو إجراء تأديبي وغيرها من الإجراءات ومن الطبيعة البشرية هو إهمال السياسات والتعليمات والقوانين إذا لم يتم فرضها لذلك عند إنشاء سياسات فيجب أن يتم إعلامها بشكل واضح لجميع الموظفين وأيضا إعلام الموظفين بالعقوبات التي سوف تحدث لمن يخالف هذه السياسات تبسيط الإدارة الأمنية كمسؤول عن الحماية يجب أن تكون إحدى أهدافك هو دائما تبسيط تنفيذ العمليات الأمنية بقدر المستطاع أسهل طريقة لتبسيط أمان الشبكة هي تنظيم المستخدمين في مجموعات وأجهزة الكمبيوتر في رولز أو أدوار وتستند المجموعات إلى الأدوار مع الحد الأدنى من الصراحيات لكي يقوم المستخدمين بوظائفهم طبعا من الأسهل التعامل مع المجموعات بدلا من التعامل مع كل فرد على حدة الطرق الشائعة للتحكم بالوصول المنطقي وهي تعني طريقة التحكم بالوصول البرمجي يوجد لدينا عدد من الطرق وهي كالتالي عندي القوائم التحكم بالوصول وهي تحمل الأذونات للمستخدمين والمجموعات وكل مدخل في قائمة التحكم بالوصول وهي تستطيع تحديد ما هو نوع الوصول الذي يتم إعطائه مثل قراءة فقط تغيير أو تحكم بالكامل سماح أو منع انتهاء صلاحية الحساب كل حساب يتم إعداده يجب أن يحتوي على تاريخ صلاحية وكلما كان الحساب يتم استخدامه فيجب من فترة وأخرى تأجيل تاريخ الصلاحية ولكن في حال الحساب لم يعد يتم استخدامه فيجب أن ينتهي تاريخ صلاحيته وعدم جعله مفتوح عندي سياسة كلمة المرور المجال اللي هو الدومين وهي تسمح بعمل استعادة أو إعادة تعيين لكلمات السر الخاصة بالمستخدمين وبالتالي هذه السياسة كسلطة وامتياز هي لمسؤولي الشبكة فقط سياسات المجموعة واحدة من أسهل الطرق لتقييد الوصول لتشغيل مكونات النظام والموارد هو من خلال استخدام السياسات المجموعة وبحيث يتم الإعدادات اللي رح تكون محددة في داخل السياسة رح يتم تطبيقها تلقائيا الرموز المنطقية وهي شبيهة بالشهادات تجد الشهادات الرقمية وتحتوي الرموز على الصلاحيات وامتيازات الوصول لحامل التوكين الباسورد بوليسي أو سياسة كلمة السر وهي تحدد صيغة أو شرط كلمة السر المقبولة من ناحية العدد الأدنى للأحرف يعني الحدد العدد الأدنى للخانات الخاصة بكلمة السر وعندنا مثلا نحدد هل يجب أن تكون كلمة السر معقدة أم لا بحيث أنها تحتوي على حروف صغيرة وكبيرة ورموز وأرقام إلى آخره من الإعدادات والشروط المطلوبة لكي يتم قبول كلمة السر الخاصة بالمستخدم ولكل ما كانت معقدة كل ما كان ذلك أفضل كذلك عندنا المدة الزمنية لكلمة السر بحيث أن كل مثلا 45 يوم يتم تغييرها قيود الوقت في اليوم أغلب المستخدمين يحتاجون الوصول إلى النظام فقط أثناء ساعات العمل وعن طريق تقييد وصولهم إلى هذه الأوقات يتم زيادة مستوى الأمان عن طريق تقليل احتمال أن يقوم المخترقين بالوصول إلى النظام من خلال حساب الموظفين الذين على علم بحيث أن يكون المخترق على علم بالأثنتوكيشن الخاصة بهم بعد أوقات الدوام الرسمي أسماء المستخدمين وكلمات السر تناسق أسماء المستخدمين وكلمات السر يتم تحديدها من خلال السياسات المتعلقة بأسماء المستخدمين وكلمة السر لتطبيق التوحيد وزيادة أكثر في أمان النظام الوعي الأمني والتثقيف يعتبر الوعي الأمني والتثقيف أمرين أساسيين لنجاح الجهود الأمنية ويشمل شرح السياسات والإجراءات والتهديدات الحالية والشرح يكون لكل من المستخدمين والإدارة حيث سوف يساعد برنامج أمني توعوي رح يقدم الكثير من تحسين مستوى الأمن والحفاظ عليه هذه العملية يجب أن تكون مستمرة وأن تكون جزء من نقاط حماية الشركة والشبكة سوف نتكلم هنا عن بعض النقاط التي لها علاقة بتثقيف وزيادة الوعي الأمني استخدام الاتصال والوعي كثير من المستخدمين لا يدركون تهديدات الحماية الحالية لذلك التواصل مع المستخدمين وتوعيتهم بما هي التهديدات الأمنية الحالية وما الذي يجب القيام به لمواجهتها مما يجعلهم يدركون هذه التهديدات ويلتزمون بالتعليمات مما يزيد من مستوى الحماية وطرق الاتصال التي أثبتت فعاليتها في نشر المعلومات وهي مثل موقع الويب الداخلي عندي سيرفرات الأخبار رسائل البريدة الإلكتروني حيث من خلال هذه الوسائل يمكنك التواصل مع المستخدمين بشكل روتيني مما سوف يزيد من درجة المعرفة الأمنية خصوصا أن الأمن هو مسؤولية الجميع توفير التعليم يجب أن تساعد جهودك في تعليم المستخدمين على فهم واضح للوقاية والتسطي للتهديدات والبرنامج التدريبي يجب أن يكون مخصص لما لا يقل عن ثلاثة من أصناف المستخدمين في الشركة وهم عندي المنظمة ككل وعندي الإدارة وعندي الفريق التقني كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة تملك اعتبارات ومخاوف مختلفة نبدأ مع المنظمة وهنا ينبغي أن يغطي برنامج الوعي الأمني النقاط التالية أهمية الأمن مسؤوليات الموظفين في المنظمة السياسات والإجراءات سياسات الاستخدام معايير الحساب الشبكي واختيار كلمة المرور منع الهندسة الاجتماعية يمكنك إنجاز هذا التدريب إما عن طريق استخدام موظفين في داخل الشركة أو المنظمة أو تعيين مدربين خارجيين بالنسبة للإدارة المنجمنت المديرين هم المسؤولين بالمسائل الكبيرة في المنظمة بما في ذلك الموافقة وتطبيق السياسات والإجراءات الأمنية حيث سوف يحتاجون إلى أن يتم الشرح لهم ناهي القضايا والتهديدات وطرق التعامل معها بحيث لما يتم الشرح لهم يتم الحصول يعني يدركون أهمية هذه السياسات والعقوبات التي يجب فرضها في حال مخالفتها ويقومون بالموافقة عليها التكنيكالستوف أو الفريق التقني يحتاج الفريق التقني إلى معرفة خاصة حول الأساليب والتطبيقات وقدرات الأنظمة المستخدمة لإدارة الحماية مع التركيز على الحماية التي تقدمها الشركات التي لها وجود في الشبكة كأنظمة وأجهزة فمثلا سيسكو، مايكروسوفت، نوفيل كل شركة تملك برامج تعليمية حول تطبيقاتها الأمنية وهنا يجب الالتزام بتطبيق الحماية مع المنتجات التابعة لكل شركة للوصول إلى مستوى الحماية الأفضل البقاء في قمة حماية أمن المعلومات أو البقاء في قمة أمن المعلومات الأمن الرقمي يتغير بسرعة وبالتالي هناك عدد من النقاط الذي على مسؤول الحماية أخذها بعين الاعتبار وهذه النقاط هي كالتالي عندنا التحديث أو التحديثات الخاصة بأنظمة التشغيل أي نظام تشغيل يتم إصطاره من الشركة المبرمجة تقوم هذه الشركة بمتابعته بحيث يتم اكتشاف مشكلة في عمله عندها رح تقوم الشركة بعمل تحديث يعالج هذه المشكلة وعندما يقوم المخترقين باكتشاف ثغرة أمنية في هذا النظام التشغيل ويتم استغلالها هنا تنتبه الشركة لذلك والتي هي الشركة المبرمجة لنظام التشغيل وتقوم بعمل تحديث أمني لسد هذه الثغرة لذلك واحدة من أهم نقاط المحافظة على حماية أنظمة التشغيل هي تنزيل التحديثات أولا بأول مجرد سطورها ويساعد في ذلك الإشعارات بحيث لو كان نظام التشغيل متصب الإنترنت فسوف يقوم بشكل دوري بزيارة موقع ماكروسوفت للتأكد من وجود التحديثات أم لا في حال وجود التحديثات سوف يتم إظهار رسالة على شكل إشعار في داخل نظام التشغيل تقول بأن هناك عدد من التحديثات المتوفرة لتنزيلها لكي تقوم أنت بالسماح بتنزيلها عندنا تحديثات التطبيقات التطبيقات مثل أنظمة التشغيل فالتطبيق عندما تقوم الشركة المبرمجة بإصطاره لاحقا أثناء عمله في السوق مع المستخدمين قد يتم اكتشاف مشاكل في أداء هذا التطبيق أو وجود ثغرة أمنية قد يتم استغلالها ليتم من خلالها اختراق النظام أو الشبكة واحدة من أكثر التطبيقات التي يتم إيجاد نقاط الاختراق هي برامج البريد الإلكتروني وبرامج معالجة النصوص الشركات المبرمجة لهذه التطبيقات تصدر تحديثات بشكل بمجرد أن تكتشف وجود مشاكل وذلك لزيادة أداء هذه التطبيقات ورفع مستوى الحماية لهذه التطبيقات تحديث أو التحديثات الخاصة بأجهزة الشبكة أغلب الأجهزة الشبكية الحديثة تقدم مستويات عالية من الحماية ويمكن إعدادها لحظر أنواع معينة من حركة البيانات أو حظر عنوين IP معينة كذلك القيام بمراجعة السجلات للتعرف على ما يحدث وكذلك يتم تحديث أجهزة الشبكة بشكل متكرر وذلك لمواجهة الثغرات والتهديدات التي تظهر بشكل متجدد لذلك تقوم الشركات المصنعة للأجهزة الشبكية بعمل تحديثات كل فترة ويجب أن تحرص على تنزيل هذه التحديثات عند إصطارها حيث أن الأجهزة الشبكية هي الخط اتفاعي أو الأمامي للشبكة السياسات والإجراءات قد تكون السياسة التي انتهت صلاحيتها أسوأ من عدم وجود السياسة والبوليسي أو السياسة تصبح منتهية الصلاحية عندما لا تواكب التغييرات التي تحدث على مستوى الشبكة لذلك تقوم بعض المنظمات بوضع تاريخ لمراجعة إجراءات السياسة حيث أن المراجعة الدورية للسياسات الموجودة لدينا يجعلنا نتحقق من أن هذه السياسات هي ما زالت سارية المفعول ومواكبة للتغيير الذي يحدث في الشبكة والمنظمة أما إذا لم تكن مواكبة لذلك فنحتاج إما لإلغاءها أو تطويرها التطور الشخصي أنت كموظف ومسؤول حماية تعتبر من أغلى السلع لمؤسستك وبالتالي تحتاج إلى الحفاظ على مستواك التعليمي والمهني وذلك من خلال الإطلاع والمتابع للقضايا الأمنية الجديدة وكلما حافظت على مهارتك فسوف تشعر بمزيد من الثقة بشأن قدرتك على التعامل مع المواقف التي سوف تواجهها في عملك وكذلك آداء شركتك سوف يزداد ما سوف يجعلك تحافظ على مستواك هو حضور الندوات والمؤتمرات ذات الصلة كذلك بناءك لعلاقات تواصل بينك وبين مجموعة من مهندسي الحماية بحيث سوف تتمكن من الاتصال معهم وطلب المشورة أو المساعدة منهم وذلك عندما تواجه مشكلة غير معدادة في العمل فقد يفيدك مهندس آخر قد واجهها من قبلك وبالتالي سوف تتعلم من تجارب المهندسين الآخرين ولن يكون عليك تكرار أخطائهم ويجب عليك مواكبة ما يحدث في الميدان وقيامك بتطوير نفسك بشكل مستمر وطبعا قيامك بهذه العملية سوف يزيد من مصطاقيتك وسوف يعزز من حياتك المهنية وسوف يساعدك في التطور الوظيفي وزيادة قيمتك للجهة التي تعمل بها كذلك على المنظمة أو الشركة دائما حث وتشجيع فريقها الأمني على أن يقوموا بتطوير أنفسهم وتقوم الشركة في مساعدتهم في تحقيق ذلك من خلال تشجيلهم بشكل دوري مثلا كل سنة أو ستة شهور في دورات أمنية مختلفة وإرسالهم للمؤتمرات الأمنية الرقمية سواء المحلية أو الدولية كانت هذه النقاط الخمسة اللي أمامنا عند أخذها بعين الاعتبار رح يتم من خلالها المحافظة على مستوى أمان عالي على مستوى الموقع اللي انت مسؤول عن حمايته أهم مواقع الإنترنت التي تقدم الأخبار ومعلومات الحماية الرقمية هناك عدد من مواقع الإنترنت التي سوف تقدم لك عملية تتبع لمشكلات الحماية التي تحدث أولا بأول هنا سوف نتكلم عن قائمة لأهم مقدمي خدمات معلومات الأمن الرقمي على الإنترنت والعديد منها يقدم نشرات إخبارية للتغييرات والتهديدات الأمنية التي تحدث أولا بأول مركز التعليم والبحوث في مجال ضمان أمن المعلومات وهو مركز برعاية جامعة بوردو الأمريكية والتي تركز على التكنولوجيا وما يتعلق بها يوفر هذا المركز الأخبار والمعلومات حول التهديدات التكنولوجية وعنوان موقع المركز على الانترنت وهو www.cerias.education وهي شراكة فيما بين الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع جامعة كارينجي ميلون والمهتمة بمجال أمن الانترنت حيث تقدم مجموعة واسعة من المعلومات حول التهديدات الحالية وأفضل الممارسات في مجال الأمن واحدة من المعلومات المهمة التي يقدمها موقع CERT-CC هي تفاصيل الخطوات التي يجب اتخاذها لاسترداد جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد اختراقه الـ EICAR المحهد الأوروبي لبحوث مكافحة فيروسات الكمبيوتر وهي مجموعة من الشركات الأوروبية والمدارس والمدرسين المهتمين بقضايا أمن المعلومات وتقدم معلومات عن أمن المعلومات في الموقع الخاص بها طبعا عنوان الموقع هو www.eicar.org Linux Security وهي موقع يقدم آخر الأخبار والمقالات المتعلقة بقضايا أمن نظام التشغيل Linux وذلك من خلال موقعه مع الانترنت www.linuxsecurity.com شركة مكافي شركة مكافي وهي من الشركات الرائدة في مجال توفير برامج مكافحة الفيروسات حيث تقدم شركة مكافي على موقعها معلومات أمنية وتحديثات لبرامجها طبعا موقعه هو www.makafi.com الـ NIST المحهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا وهي وكالة حكومية تقوم بإعداد واستخدام المعايير وهذه المعايير تستخدمها من قبل الوكالات الحكومية ويتم أيضا استخدامها كأساس لمعايير أخرى تحتوي الـ NIST على مؤسسة موجهة خصيصا إلى مشكلات الكمبيوتر وهي الـ CSRC ومركز استجابة أمن الكمبيوتر تقوم كل من الـ CSRS والـ NIST بصيانة قاعدة بيانات لنقاط الضعف وغيرها من المعلومات الأمنية المفيدة مع الأخبار والتقنية الأمنية على موقعها طبعا موقعها هو www.nist.gov أو اللي هي طبعا اختصار لـ Government الـ NSI محهد الأمن القومي وهو مركز لتبادل المعلومات المتعلقة بالأمن ويقدم من خلال موقعه على الإنترنت ثروة من المعلومات حول العديد من الجوانب الفيزيائية وأمن المعلومات وكذلك عند الاشتراك سوف يقدم رسائل إخبارية إلكترونية مجانية الموقع هو www.nsi.org محهد سانس اللي هو اختصار لإدارة النظام والتدقيق والشبكة والأمن وهو منظمة بحثية وتعليمية وشهاداتها من أشهر الشهادات في أمن المعلومات وتقدم السانس الندوات والأبحاث والمعلومات الأخرى المتعلقة بمجال أمن المعلومات وذلك على موقعها على الإنترنت www.sans.org Security Focus التركيز الأمني وهو يمتلك على موقعه الأخبار العامة والمعلومات حول الموضوعات الأمنية على جميع المستويات في الموقع الخاص بالتركيز الأمني وكذلك عند الاشتراك فسوف يتم إيصار رسائل إخبارية أسبوعية إلى إيميلك عنوان الموقع هو www.securityfocus.com شركة سايمانتك وهي من الشركات الرائدة في توفير برامج مكافحة الفيروسات موقع الشركة على الإنترنت يتم فيه ذكر التهديدات الحالية ويقدم معلومات أمنية على موقع الشركة اللي هو www.symantic.com إذن مثل ما شفنا كانت هذه قائمة بأهم المواقع وكمسؤول حماية متابعتك لها سوف يجعلك على الاطلاع بكل ما هو جديد في المجال الأمني وكذلك الاطلاع على الكثير من المعلومات المتعلقة بأمن المعلومات طبعا هذه المواقع كلها تتعامل باللغة الإنجليزية فبالتالي يجب أن تكون لغتك الإنجليزية متوسطة فما فوق لكي تستطيع التعامل والاطلاع للمعلومات والمتابعة من خلال هذه المواقع إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم كان معكم حسن مشهد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته